بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر تو بارت ففتين ديزاين اكزامبل نتكلم هنا على اكزامبل الاكزامبل دوت عبارة عن كانتليفر كولم الاحمال الموجودة عند الاند كانتليفر مية وخمسين واللي عند الكولم سبعمية ودي ابعاد الجيردر اللي عندي اللي هي ميتين وخمسين في خمسمية ابعاد العمود اللي هو الويتس تلتمية وخمسين والدبس بتاع العمود الف ودي الابعاد او الارتفاع بتاع العمود اللي هو سبعة ونص وفي هنا على بعد تلاتة متر ونص في الساكندري بيمز والساكندري بيمز التانية عند ارتفاع العمود اللي هو سبعة متر ونص دي الخواص بتاعة المواد اللي شغالين عليها اللي هي الف سي يو خمسة وعشرين الف واي تلتمية وستين والعمود اللي عندي انبريست كولم والمطلوب نحن نعمل ديزاين للكولم اول حاجة لازم تحسب البي يو اللي هو الالتميت لود اللي هو سبعمية بلاس مية وخمسين يديك تومية وخمسين كيلو نيوتن طب المومنت الموجود اللي هو الاكسترنر عبارة عن الفورس في المسافة ربعمية وخمسين كيلو نيوتن متر طب نبدأ نعمل التشيك على الباكلينج والباكلينج دوت ممكن يحصل عندك او اوتو فو بلين يعني كأنه المستوى العمودي على الشاشة طب لو اشتغلنا على الانباكلين فبنلاقي العمود عندنا في الحالة ديت بيبقى تحت كيس وان فوق كيس فور وبعد كده يبقى اله يزيلو سبعة ونص تحسب اللمضة اللي هي ستاشر يعني اكبر من عشرة طب الاوت اوف باكلينج عندنا الكاميرا اللي في النص ديت بتقسم العمود تعالى نشوف كيس اللي احنا شغالين عليها تحت هنا كيس وان وفوق هنا كيس وان يبقى الكي بتساوي واحد واثنين من عشرة اللي اتش زيرو تلاتة ونص اللمضة بتساوي اتناشر في الحالة دي بنشتغل على الماكس من فاليو فور لامضة في الحالة دي اللي هي ستاشر ونص طيب يبقى دلتا المقصود بدلتا اللي هي مقدار اللي هي عبارة عن لامضة بي سكوير في تي على الفين طلع الكلام ده تلاتةاشر من مية يبقى العديشنال مومنت اللي هو بتساوي بيف دلتا اللي هو مية وخمستاشر يبقى الديزاين مومنت اللي هو عبارة عن الام اكسترنال بلاس الامة في الحالة دي بيطلع عندي خمسمية خمسة وستين يبقى انا عندي السكشن على عمود عرضه تلتمية وخمسين الدبسة الف عليه مومنت عندي اللي هو خمسمية خمسة وستين طب تعالى نصمم السكشن بتاع العمود ال اي بتساوي ال ام على ال ان بتحسب بعد كده بتحسب ال اي على تي علشان تعرف السكشن دوت او سمول اكس انتريستي تلع ستة من عشرة يعني اكبر من نص يبقى في الحالة دي انا شغال على طب ايه الخطوات بنحسب اي اس اللي هي حوالين ال استيل اي بلاست تي على اتنين ماينس الكفر وبعد كده بتحسب المومنت حوالين ال استيل اللي هو عبارة عن النورمال فورس مضروف في ال اي اس تقومة الضغط في ال بي جبت منها تقدر تحسب ال ج يبقى الاريا ستيل بتساوي المومنت على ج في دي مينس النورمال فورس على اي اس الكلام ده طلع معاك الف واحد وتسعين مليمتر سكوير طب انا لو افترضت هنا ان الالفا بتساوي واحد يبقى الاريا ستيل توتل هي عبارة عن الاريا ستيل التنشن بلص الاريا ستيل فور كومبريشن يطلع الكلام ده الفين مية اتنين وتمانين طب لازم نعمل التشيك على الاريا ستيل مينمم اللي هي خمسة وعشرين من مية بلص اتنين وخمسين من ألف في لامضة ماكسيمم على مية في أبعاد العمود اللي هو البي في تي نشوف الكلام ده طالع معانا اكبر من الاريا ستيل اللي انت حاسبها يبقى هنشتغل على الاريا ستيل مينمم في الحالة دية الاريا ستيل داش بتساوي الاريا ستيل اللي هي عبارة عن الاريا ستيل مينمم على اتنين الكلام ده اللي هو الف وتسعمية نختار ستة فاي اتنين وعشرين يبقى جهة الشد عندك هيبقى فيه ستة فاي اتنين وعشرين نفس الكلام هنا 6 فاي 22 وبتحط الحديد بتاعك بحيث يبقى متماسل حوالين center lines ويبقى ده السكتش بتاع العمود ابعاده 35 من 100 في 1 متر موجود في edge side 6 فاي 22